السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابان الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم من اليوم السابع مراجعة شاملة وكاملة لمنهج الأحياء اللي هذا العام هنتكلم فيها عن أهم النقاط الموجودة في المنهج مع ذكر المسائل وطريقة حلها والأسئلة الاستنتاجية بإذن الله نبدأ كده مع بعض بأول سؤال وطبعا لازم نبدأ بالنقاط المضمونة في الامتحان وهي المسائل المسألة الأولى بتقول إيه يا شباب لما نيجي نبص كده في اللي يظهر قدامك دلوقتي بيقولك إذا كان لديك قطعة من دي إن إيه القطعة دي فيها بها 200 أو 2000 زوج من النيوكلتيدات ركز معي دلوقتي هو ما قالكش 2000 نيوكلتيدة قالك 2000 زوج من النيوكلتيدات وبذلك بتكون الحسابات مختلفة عما لو قالك 2000 نيوكلتيدة فقط السؤال هنا بيقولك احسب عدد اللفات على هذا الجزء احنا عارفين إن القانون اللي بيبقى موجود هنا لما يشيل كلمة زوج هنقوله لو هو شايل كلمة زوج هنقوله 2000 على 20 ونشوف الناتج هيبقى كام ولكن لإنه ضاف ليك هنا في السؤال كلمة زوج إذن هتكون النتيجة 2000 على 10 هتطلع النتيجة عندنا 200 لفة طيب افرد ده مصر شال كلمة زوج وقال 2000 فقط هنقوله 2000 على 20 تم كده أستاذة يبقى إذن كلمة زوج يبقى نقسم على 10 لكن لو شال كلمة زوج ووضع مكانها أو شال الكلمة عامة وكتب 2000 يوكلتيدة فقط في هذه الحالة بنقسم على 20 طيب السؤال اللي بعده بيقول وده السؤال مهم جدا جدا بيبقى رابط ليك الـ DNA مع الـ MRNA مع الـ TRNA مع تخليق البروتين كله في سؤال واحد وده من الأسئلة اللي بيبقى موجود عليها درجات كبيرة شوية في الامتحان السؤال بيقول إذا كان لديك التتابع التالي في قطعة من أحد شريطي جذيء الـ DNA قطعة من أحد الشريطين ترتبها زي ما احنا شايفين طيب ركز معايا كده بطل لما في الامتحان تلاقي التلاتة رقم تلاتة موجود على الشمال ورقم خمسة موجود على اليمين يبقى كده الراجل اللي وضع ليك هذا سؤال عاوز يوفر عليك الوقت ليه الكلام ده؟ لأنه لو مديلك على اليمين على الشمال خمسة وعلى اليمين تلاتة لازم يكون فيه تحويلة قبل ما تجاوب طيب السؤال اللي قدامنا ده هل هيكون فيه تحويلة؟ لا ما فيش تحويلة انت هتعمل ايه؟ هتبدأ على طول أوتوماتيك تطلع له الإجابات فهنا في السؤال بيقولك عندنا من الشمال تلاتة تي اي سي جي سي سي اي اي سي 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 اي تي اي ثم اي سي تي جميل قوي ثم عندنا في النهاية هنا خمسة هو عاوز منك ايه؟ اكتب التتابع المتكامل معه على الامر اي 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 هو هنا مديك الدي اي 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 وعاوزك تجيب له مباشرة الامر اي 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 وركز في المسألة دي ثم المسألة اللي جاية عشان تعرف الفرق بينهم جميل قوي لما نجيب احنا بقى الامر اي ايه؟ هيطلب منك عدد الكودونات وحنا عارفين ان كل كودون عبارة عن تلاتة من النيوكلت دا طيب وعدد مضادات الكودون اللي هي تتكامل مع الكودونات اللي موجودة على الامر وعدد الاحماض الامنية اللي بتساوي عدد مضادات الكودونات هنفهم ازاي دلوقتي جميل قوي هنستخدم الشريط اللي هو مضاداتنا اللي هو تلاتة خمسة فوق خالص في اول المسألة اللي هو تي اسي بدايته جميل قوي هنجيب منه بقى دلوقتي الـ MRNA طالما الدînA 3،5 يبقى الـ MR دائما وأبدا لازم يكون 5،3 الخمسة عندنا موجودة ثم هتبقى الإجابة بقى إحنا عارفين يا شباب إن الـ A معها تي والـ G معها سي بس ده في الدينة لما يدي لك دينة ويطلب منك دينة المكمل معاه لكن طالما يدي لك دينة وعاوز الـ MRNA يبقى الـ A معها الـ U والـ G معها سي جميل الـ T A C هيبقى المكمل بتاعة على الـ M R N A A U G طيب الـ G C C هيبقى المكمل بتاعة C G G الـ A A C هتبقى U U G C C C هتبقى G G G G A T A هيبقى المكمل U A U ثم عندنا المكمل بتاع الـ A C T اللي في الآخر ده هيكون U G A ثم هنضع رقم 3 وبكده نكون جبنا الـ MRNA طب ركز معي كده في معلومة صغيرة بص كده على الطرف 5 شرطة هتلاقي موجود A-U-G اللي هو كودون البد طب بص على الطرف 3 شرطة هتلاقي الـ U-G-A اللي هو كودون الوقف يبقى لازم الـ MRNA يبدأ بكودون البد وينتهي بكودون الوقف تم كده يا ستزة طيب نركز بقى كده يا مصر طب احنا جبنا الـ MR الحمد لله بقى لنا الـ TRNA كل الكودونات اللي موجودة على الـ MRNA بيتم ترجمتها الى مضاد كودونات بعد كده او يتكمل معها مضاد كودون ولكن كودون الوقف ما بيكونش ليه مضاد كودون يبقى اي كودون يدهولك بيكون ليه مضاد كودون فيما عدا كودون الوقف ما بيكونش ليه اي مضاد كودون طب جميل اوي نيجي نشوف كده بقى النتيجة بتاعتنا بتاعة الـ TRNA احنا بنجيب التي أر أر إ Whitney بناء على الامر. والامر بناء على دي أر إبقاء الامر اللي احنا جبناه هنجيب منه التي أر جميل قوي. الاي وجي هيبقى الكمبيلمنتر بتاعه أو المكمل بتاعه yoec. طيب السي جي جي هيبقى الجي سي سي. اليو يو جي هيبقىrang. والجي جي جي هيبقى robe. ثم الأخيرة اللي هي الايو هتبقى円 يو اي. طيب لسه يا مصر فيه فوق هو على الامرن ايه يوجي ايه طب ليه ما جبناش منه تي ار لان الامرن ايه ده عبارة عن كودون الوقف وكودون الوقف مالوش تي ار اي ايه نجي نحسب اخر حاجة اللي هي عدد الكودونات بنجيب عدد الكودونات منين بنجيبه من الامرن ايه كل تلاتة من الريبونيوكلترات تحسب كودون يعني بص كده على الامر اللي قدامك هتلاقي موجود اي و جي ده كده كودون سي جي جي كودون يبقى كده اتنين يو يو جي كده كودون يبقى تلاتة جي 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 كودون يبقى اربعة يو اي يو يبقى كده خمسة ثم اليو جي ايه كده ستة كده ستة كودونات جميل اوي عدد مضاد الكودون اللي هو التي ار اي ايه اللي عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لان احنا قلنا كودون الوقف مالوش مضاد الكودون الاخيرة بقى اللي هي الاحماض الامنية الأحماض الأمينية تتساوى مع مضادات الكودونات مضادات الكودونات طيب مضاد الكودون 5 يبقى الأحماض الأمينية هي كمان 5 طيب ركز أو في المسألة دي وشوف بقى اللي بعديها خلي بالك هنا الدك الدين إيه جبنا منه الامة أر ثم تي أر على طول لكن المسألة اللي جاية خلي بالك من الاختلاف هنا برضو ميدي لك اهو قطعة من الدين إيه شريط من قطعة من الدين إيه الترتيب بتاعه خمسة شرطة ثم الاتجي سي جي جي وهكذا طيب احنا قلنا من شوية في المسألة اللي قابليها علشان نجيب الامة أر إيه لازم دي إيه يكون من الشمال 3 ومن اليمين 5 طيب هنا مدي لك دي إيه 5 من الشمال 3 من اليمين مش هينفع ليه لازم الأول نجيب المكمل بتاعه دي إيه برضو بحيث يكون 3 خمسة لما بيكون 3 خمسة شمال يمين 3 شمال 5 يمين نجيب الامة أر إيه 5 شمال 3 يمين وده الطبيعي بتاعه يبقى هنا اللي احنا قلنا عليه من شوية لازم هيكون فيه تحويله اللي هي ازاي هو هنا مدي لك الخمسة شمال و 3 يمين نجيب له احنا بقى الدي إيه لازم يكون 3 من الشمال 5 من اليمين يبقى هنجيب له أول حاجة دي إنه الأول على الرغم من إنه ما طلبوش ليه لإن لو احنا مشينا على اللي هو مديهولنا فوق 5 يمين 5 شمال 3 يمين يبقى لازم يكون الامة أر إيه 3 خمسة وده غلط فاحنا لازم لأول نجيب له التلاتة شمال 5 يمين من الدي إيه اللي هو المكمل اللي مديهولنا ثم هنجيب الامة أر ثم هنجيب تي آر إذن هتكون النتيجة بتاعتنا تلاتة ثم تي إي سي جي سي سي اي إي سي 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 اي تي اي ثم اي سي تي وده الدي إي إيه اللي احنا هنستخدمه كقالب لبناء الامة أر إيه إذن هيكون الامة أر إيه خمسة من الشمال وده طبيعي جدا اي يو جي سي جي يو يو جي ثم جي 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 يو اي يو يو جي اي ده الامة أر التي آر إي إيه هيكون مكمل للامة أر زي ما قلنا في المثال السابق خمسة برضو ثلاثة اليو إي سي واللي ثم الجي سي سي ثم الاي إي سي ثم السي سي سي ثم الاي يو إي طيب في الامتحان ساعة انت بتوه لازم كل ثلاثة من الريبونيوكلتيدات يقبوا جم بعض وانت بتقسم الدين إيه لازم برضو يكونوا ثلاثة نيوكلتيدات جنب بعض علشان ما تتوهش وانت بتختار طيب هنعارفين السنة دي ان الاسئلة كلها تبقى تشوز هنعارفين الكلام ده صح كده؟ ايوة طيب انت برضو نظريا تبدأ تزبطها كده ان الكل ثلاثة يكونوا جنب بعض علشان ما تغلطش في الحسابات علشان ما تغلطش في الحسابات لأن لو فينيوكلتيدة من كودون ما حسبتهاش صح هتأثر على اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها وبالتالي هيبقى فيه لخبطة في الحسابات هنا برضو نكمل كده المسألة هنلاقي الكودون 6 مضاد الكودون 5 عدد الأحماض الأمينية 5 ده ما احنا قلنا في المثال السابق ندخل على الشؤال اللي قدامنا ده ولازم ولابد يا شباب هيجيلكوا صور من الموجودة في المنهج وبناء عليه يقولك استنتج للإجابة طيب نبص كده في السؤال اللي قدامنا ده احنا عارفين ان احنا عندنا عظمة موجودة في الجهاز الهيكالي في الإنسان هذه العظمة بتكون مسلسة الشكل كلمة مسلسة مش موجود اللي عظمة واحدة في المنهج هي عظمة لوح الكاتف يبقى اللي قدامنا دي عظمة لوح الكاتف طيب يا مصر انا بشوفها في الكتاب مش بهذا الشكل ليه هنفهم دلوقتي طيب جميل قوي بص كده بطل اللي قدامنا دي بيقولك هنا الاختيارات منظر أمامي لعظمة لوح الكاتف للحزام الصدري الأيمن ولا منظر خلفي لعظمة لوح الكتف للحزام الصدري الأيمن خلي بالك اللي فوق أمامي تحت خلفي اللي بعديها منظر أمامي لعظمة لوح الكتف للحزام الصدري الأيصر ولا منظر خلفي للحزام الصدري الأيصر جميل قوي بص بقى كده يا شباب لما تجد بص في الرسمة اللي قدامك هتلاقي في حاجة زي شبهة القلم كده ماشي بطول العظمة اول ما تلاقي هذا الشكل يبقى دي اسمها ايه يا شباب منظر خلفي منظر ايه حلوين خلفي يعني اكنك واقف وراية باصص على عظمة لوح الكاتف طب يا مصدر لو ما كانش فيه الحاجة اللي شبهة القلم الطويلة دي اللاين او الخط اللي ماشي ده معناه ان ده منظر امامي يعني انت شايفها من قدام تاني كده ابطال الوقت احنا عندنا عظمة لوح الكاتف اللي انت شايفها قدامك دي لو لقيت الخط اللي ماشي فوق يبقى ده منظر خلفي طب لقيتها فلات بالكامل مسطحة بالكامل والخط ده مش ظاهر يبقى منظر امامي وركزوا في الحاجات دي لانها مهمة جدا يبقى ايزا الاجابة هنا منظر خلفي لعظمة لوح الكاتف في الحزام الصدر الايمن طب ليه قلنا ايمن يا شباب لان احنا عندنا ان التجويف اللي هو الجزء المدبب لبرة والجزء العريض لجوه فجيه بيكون منظر منظر للحزام الصدر الايمن طب لو عكسها لك بقى يعني نخليها بدل ما هي تجاهها ناحية مين بقت ناحية الشمال بفيها زي الحالة لوح الكاتف للايسر برضو منظر خلفي خلي بالك السؤال اللي بعده بيقول ايه والسؤال ده كويس جدا على فكرة بيقول لي هنا يرجع عدم فقد الاشجار المعمرة للماء من السيكان والثمار الى تراكم هيجي واحد يقول لي كما هممكن نقول كيوتين وخلاص لا هنا بيقول لك اشجار معمرة يعني اشجار كبيرة حاجة مثلا بقى لها 20 سنة وبالتالي بيكون فيه كيوتين بيكون فيه سيوبرين وبيكون فيه النسيج الدعامي بقى الضخم جدا اللي هو اللجنين لازم يكون موجود طب ليه مصطر ما قلناش او مضافش لنا في الاختيارات السيللوز السيللوز اصلا منفذ للمية انت عندك في الاشجار المعمرة اا عندنا الكيوتين ده موجود على الاوراق وموجود على الثمار وموجود برضو على بعض الاجزاء اللي موجودة فيه السيكان السيوبرين موجود فيه الطبقة الفلينية اللجنين موجود فيه Caitlin الاماكن الصلبة الموجودة اللي هو النسيج الإسكالارانشيمي طالما قالك اشجار معمرة يبقى الأولوليجنين وسيوبرين وبين تاني وكيوتين ولكن لو سألك في الامتحان وقالك أشجار عشبية أو شجيرات فاهمين الكلام ده يا شباب؟ نقوله مين؟ نقوله الكيوتين بس لأن السيبرين موجود في الأشجار المعمرة واللجين برضو موجود في الأشجار المعمرة السؤال اللي بعده بيقول اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي هيجي واحد يقوله مصر أنا أول مرة أشوف هذا الشكل فاكر وإحنا بنشرح العمود الفقري وقلنا عندنا فقرات عنقية وفقرات ظهرية وقطانية وعجوذية وقصعصية هل قدامنا ده شكل الفقرات العجوذية الملتحمة العجوذية اللي هم الخمسة لما يلزقوا مع بعض أو يلتحموا بيكولنا عظمة واحدة بصوا ايدي كده اعتبر فقرة 2 3 4 5 لما حصلوهم التحام كونوا جزء واحد بس زي ما انتم شايفين كده يا شباب وبالتالي هو ده الشكل اللي قدامنا طيب طب ده يا مستر منظر أمامي ولا خالفي بص يا بطر لما تلاقي من قدام تحس ان كلهم لازقين مع بعض يبقى ده منظر أمامي لكن الشكل اللي قدامك ده طالما فيه بروز ثم جزء تاني ملتحم يعني فيه جزء وفيه اتنين جزئين لازقين فيه بالشكل اللي قدامنا ده يبقى ده اسمه منظر خلفي منظر خلفي يبقى منظر خلفي لعظمة خماسية الأجزاء ملتحمة طب ليه قال لنا عظمة خماسية الأجزاء طب ما كان يقولك العجز ما انت ممكن ما تكونش فاكر ان العجزية خمس عظام لازقين في بعض ممكن تقوله عصوصي صح كده لا دي عظمة خماسية الأجزاء اللي هي عظمة العجز بيبقى ملتحمين مع بعض وبرضو عن طريقهم بيتصل الحزام الحوضي عن طريق عظمة الحركوفة الظهرية او الحركوفة تبقى الاسدزة يبقى الاجابة هنا منظر خلفي جميل طيب بصوا بقى كده في الشكل اللي قدامنا ولازم تفصص كل صورة موجودة في المنهج على قد ما تقدر السؤال بيقولك هنا ايه طب انا الوقت امسر العظمة دي جايب لك جزء من عظمة انا عرفها ازاي بص بطل غالبا عظام الاطراف غالبا بنعرفها من الاجزاء السفلي يعني لو اعتبرنا ان دي عظمة اللي بيميزها وبنعرف هو مين بالزبط بسرعة هو الطرف العلوي والطرف السفلي الطرف العلوي بيسمى بالرأس والسفلي بيسمى بالنتوء الداخلي يبقى الرأس والنتوء الهون الداخلي العظمة اللي قدامنا دي هي عظمة العدد لو انت ركزت كده في كتاب الوزارة احنا بنشرح بما هو موجود في كتاب الوزارة تم كده لما تيجي بص في كتاب الوزارة هتلاقي ان عظمة العدد اللي هي العظمة دي من فوق لها رأس ومن تحت لها نتوء داخلي جميل بص كده على اللي قدامك هتلاقي النتوء الداخلي اللي هو بالابيض ده حتة كبيرة كده عاملة زي ارن الفول او لما رح تجيب سوداني الجزء الابيض تحت ده يا شباب اللي هو الغضروف ده تبص كده هتلاقي واحد اتنين تلاتة وفيه حتة كده جزء من العظمة داخل من الناحية الشمال قدامك كده يا هلوين طيب يبقى ده مين؟ ده النتوء الداخلي لعظمة العدد طب يا مصدر دلوقتي لو شلنا هو هنا عندنا كان واحد اتنين تلاتة والجزء اللي داخل ده كده اربعة طب لو كان عندنا اتنين بس لا هنا تغيرت تبديه عظمة الفاغس اللي قدامنا عندنا واحد اتنين تلاتة والجزء اللي داخل ده اربعة يبقى ده نتوء الداخلي لعظمة العدد طب لو كانوا اتنين بس اتنين بس لا يبقى نتوء الداخلي لعظمة الفاغس خلي بالك من النقطة دي هنا اربعة والفاغس اتنين مهم جدا طيب يبقى نقوله هنا في السؤال اللي قدامنا ده الاجابة منظر امامي لعظمة من الطرف العلوي اللي هي العدد يعني والجزء ده بقى بيكون مفصل مع حدود الحركة اللي هو مفصل مين؟ الكوعة طيب كده اصدزة لازم تربط المنهة كله مع بعض السؤال بعد كده يرجع قدرة الجهاز الدوري الى تسيير الدم الى جميع اجزاء الجسم نتيجة عمل نوعين من العضلات يجي بقى واحد يقول لها مصر هي دي مش كانت موجودة تانية سنوية اقول لك اه بس السنة اللي فاتت فيه اسئلة من تانية سنوية زي قانون الكل اول شيء جي في الامتحاد فاحنا لازم نكون مستعدين يجي بقى واحد يقول هو الجهاز الدوري كان عبارة عن ايه انا كنا بنقول الجهاز الدوري عبارة عن القلب والاوعاية الدموية اللي هي شارين والاوريدة والشعيرات خدنا السنة اللي فاتت ان القلب في اقولها سنوي كمان ان القلب عضلات مخططة ولكن لا ايرادية والعضلات اللي موجودة فيه الاوعاية الدموية خاصة الشارين خاصة الكيمياء كبيرة قوي بتكون ملساء وطبعا الملساء بتكون لا ايرادية يبقى في هذه الحالة علشان الدم يوصل للجسم احنا عايزين القلب وعاوزين الاوعاية الدموية يبقى عندنا القلب مخططة لا ايرادية ثم الاوعاية الدموية ملساء ولا ايرادية برضو يبقى الاجابة هنا رقم واحد السؤال بعد كده وده برضو من الاسئلة اللذيذة بيقول المؤثر العصبي لانفجار حويصلات التشابك في الاضرار التشابكية ركز في فرق بين ايون في فرق بين مؤثر عصبي في فرق بين مؤثر كيميائي في فرق جبير جدا لو قالك مؤثر كيميائي يبقى الاسطايل كولين مؤثر عصبي السيالة العصب الحركي مش الحسي الحركي وليس الحسي لو قالك ايون يبقى ايون الكالسيوم نرجع نذاكر كويس هنا بيقول الاختيارات الكالسيوم الاسطايل كولين الكولين سريز ثم عندنا السيالة العصب الحركي يبقى طالما قالك مؤثر عصبي يبقى نقوله السيالة العصبي الحركي ركز بقى كده في السؤال ده هنا رابط لك الDN ايه والRN ايه مع الحركة يعني يجيب لك جزئين مختلفين من المنجة هو بروتين تنظيمي له دور في عودة فرق الجهد العصبي على جانبي الساركوليمة الساركوليمة بدل ما يقول لغشاء الليفة قالك اسمها اللي هو ساركوليمة مين هو الانزيم او البروتين التنظيمي البروتين التنظيمي اللي هي الانزيمات والهيرمونات والاكسام المضادة مين هو بقى البروتين التنظيمي المسؤول على عودة فرق الجهد اللي هو بالبلد دي بيكسر الاسطايل كولين هو مين يا سادزة الكولين استريز الكولين استريز تم كده اسادزة بيرجع فرق الجهد مرة تانية لانه بيكسر الاسطايل كولين وبالتالي بيرجع السوديوم يطلع بره مرة تانية وبكده بيبقى بره موجب وجوه سالب فيعود فرق الجهد إلى ما كان عليه قبل انتقال السلال العصبي يبقى نقوله هنا الإجابة الكنيس سريس بعد كده عندنا أيونات تمثل رؤوس الروابط المستعرضة ومناطق تحديد الاتصال مع الأكتين تبعا لنظرية هيكسلي احنا قلنا ان احنا عندنا الروابط المستعرضة الطرف بتاعها عامل زي الهوك اللي هو الخطاف أو هد اللي هي الرأس طب مين اللي بيكون؟ يعني بيكون عامل زي الكلابشات كده نقوله مين؟ هي أيونات الكالسيوم أيون الكالسيوم بيعمل كخطاف أو بيكون رأس يمسك في الأكتين طبعا كده يا سادزة يبقى نقوله أيون الكالسيوم جميل قوي ركز بقى في دي ودي من تانية سنوي تمام لكن انت برضو مطالب بيها تبعا لنظرية هيكسلي أثناء الانبساط العضلي ركز معي أنا بقولي الانبساط عضلي جميل احنا عارفين علشان يحصل انكباض أو انبساط في كده الحالات احنا عايزين إي تي بي الإي تي بي لما يدينا الطاقة بيتحول لإي تي بي وفي سفات تم كده يا سادزة؟ يبقى عشان الانبساط قادي الرأس للخطاف اللي هي الكالسيوم عشان الكالسيوم يسيب الأكتين أو الروابط عن متن تسيب الأكتين محتاجين طاقة تفصلها لما تتفصل الطاقة لما الطاقة تنطلق اللي هي عن طريق الانبساط طاقة من 7 ل 12 صغر حراري كبير لكل مول صح كده؟ طيب وبعد كده بتنفصل الروابط عن الأكتين ثم تتباعد خيوط زد وبكده ترجع الليف العضلية إلى وضعها الطبيعي قبل عملية الانكباض تم كده يا سادزة يبقى إذن هنا الإجابة ألف السؤال بعد كده يرجع تراكم حمض الخليك خارج الغشاء العضلي وحمض اللاكتيك ركز معي يا بطل حمض الخليك خارج الغشاء أما اللاكتيك بيكون جوه العضلة نفسيها داخل الغشاء العضلي إلى إيه؟ حاجتين بس خلي بقى هنا بقى عشان هذا النوع من الأسئلة بيتوهي الطالب هنا قال لك على الترتيب يبقى إذن الخليك الأول واللاكتيك اللي بعده تبقى الإجابة عندنا الكولينستريز واللي جوه التنفس اللي هوائي اللي هو يا جماعة بيسموه الإجهاد العضلي السؤال اللي بعده بيقول الهرمون المسبب للتشوهات الخلقية في الإنسان بعد سن العشرين كان فيه عندنا مرض اسمه الأكرو ميجالي الأكرو ميجالي ده بيؤدي إلى تضخم أظام الوجه والأطراف نتيجة الزيادة المفرطة في إفراز هرمون النمو اللي هو الجي اتش بعد البلوغ ولكن قبله بعد البلوغ طيب بنقوله هنا هرمون النمو من الجزء الغد دي من الغد النخمي السؤال اللي بعد كده بيقول الهرمون الذي نقصه يقلل لذوق الدم في الفقاريات العليا طيب تاني كده مع بعض الهرمون اللي نقصه بيقلل اللذوجة طيب كده يا سادزة في الفقاريات العليا هو الهرمون المضاد لإدرار الربول اللي هو الاد اتش طيب افرد اللي هو ما حطلقش المضاد الإدرار الربول هيحط ليه كده تاني اللي هو الفاسبريشن هرمون اللي هو الفي اتش طيب ده بيعمل ايه لما هو بيقل كمية كبيرة من المية اللي في جسمك بتطلع برا عن طريق كليتين وبالتالي اللذوجة بتاعت الدم ايه اللي بيحصل لها يا جماعة بتقل وسريان الدم بيقل ودي مشكلة كبيرة جد السؤال اللي بعده بيقول الهرمون الذي ينظم الانقباض العضلي للعضلات الهيكلية بصورة مباشرة هو مين او جاي منين ويفرض مين يا شباب طيب ركز معي كده بطل ايه هو الهرمون اللي بينظم الانقباض العضلي للعضلات الهيكلية نقول له الهرمون المنبه لكشرة الغدة الكذرية وجاي منين ده بيفرض من الجزء الغدي من الغدة النخمية طب ليه ما قلناش يا مصدر الآلدستيرون وكشرة الغودة الكذرية ما ينفعش ليه لنقلق هنا في السؤال غير مباشر وليس مباشر لو مباشر نقوله الآلدستيرون عشان السوديوم ولكن هنا غير مباشر يبقى عايزين اللي بيقوله الآلدستيرون يشتغل مين هو بقى اللي بيقوله المنبه للكشرة اللي هو ال-A-C-T-H جاي منين من الجزء الغودي للغودة النخمية فركز فيه كلمة مباشر وكلمة غير مباشر السؤال اللي بعده بيقول اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي الهرمون الذي يسهل عمل هرموناي الأنسولين والكورتيكوستيرون هنعرفين الأنسولين ده بتاع الجلوكوز والكورتيكوستيرون له دور في هضب الكاربوهيدرات إذن احنا عايزين الهرمون اللي بيسهل عملهم يعني الهرمون اللي بيدخل الجلوكوز في الدم نقوله مين يا أسادزة اللي هو الثيروكسين هنعرفين يا جماعة الثيروكسين بيعمل عمصاص السكر الوحادي الجلوكوز الفركتوز الريبوز الجالكتوز من القرن الهضمية ويدخلهم عن طريق الخملات جوه الدم بتاعنا يبنقوله هنا الثيروكسين يرجع عدم القدرة على التعلم والضعف العضلي ركز ما عندهش قدرة ان يتعلم هو مين كان بيعمل القوى العقلية بتاعيه الثيروكسين الثيروكسين العضلي اللي هو القوى البدنية الثيروكسين ناقص طول الجسم اللي هو العظام الثيروكسين برضو اللي هو القامة اللي هو القميء يبنقوله هنا ناقص هرمون السيروكسين السؤال اللي بعده يؤثر الجدار الغدي المخاطي للأمعاد الضقيقة على نوع من الخلالة الغدية بجسم الإنسان وهي والتي بدورها تمكن الإنسان من سرعة الحصول على الطاقة اللازمة لعملياته الحيوية بصورة غير مباشرة ركز في كلمة غير مباشرة بصورة هرمون مين يبنقوله الإجابة الأولى اللي هي الخلالة الحويصلية المفرزة ركز معايا البنكرياس فيه نوعين من الخلايا خلايا حويصلية وده اللي بيأثر عليها السكرتين والكلسوس وكينين اللي جايين من جدار الأمعاد الضقيقة يبنقوله هنا خلايا حويصلية المفرزة اللي هي بتفرز الإنزيمات والتاني اللي هو هرمون السيروكسين طالما قلنا بطريقة غير مباشرة طريقة غير مباشرة يبنقوله خلايا حويصلية مفرزة والثيروكسين السؤال اللي بعده يقول الطور الذي يسبب العدوى للغدد اللعابية للأنفلس بطريقة برضو غير مباشرة يعني مين يا شباب اللي بيروح يعدي الغدد اللعابية لبعودة الأنفلس بحيث لما تيجي تصيب الإنسان ينتاكل أثناء اللدغة نقوله مين الاسبوروزويتات اللي إن الاسبوروزويتات بتنتاكل بعد ما تطلع من كيس البيض وتروح ليه هو الأوسست علشان تهجم على الغدد اللعابية تمهيدا لإصابة إنسان جديد السؤال اللي بعده يقول في دورة حياة الفوجير لا يوجد انقسام ميوزي إلا في ركز الإنقسام الميتوزي بيتم في الطور المشيجي أما الإنقسام الميوزي بيتم في الحوافظ الجرسومية في البثارات في الطور الجرسومي إبقى الإجابة هنا إنتاج الجراسيم من الخلايا الجرسومية الأمية اللي هي موجودة في الحوافظ الجرسومية اللي هي موجودة داخل البثارات في الطور الجرسومي السؤال اللي بعده من أسباب العقم عند الظكور إيه اللي ممكن يخلي زكر متجوز ما يخلفش عدم إفراز سائل البرستاتا لو البرستاتا لم تفرز السائل القلوي اللي بيعادل قناة مجرى البول كل الحيوانات المنوية اللي هتطلع هتموت عدم إفراز سائل الحوصلة المنوية طبعاً ليه؟ لأن السائل الحوصلة المنوية به سكر فركتوز اللي بتغذى عليه الحيوان المنوي علشان الرحلة اللي بتستمر من يومين لتلاتة لحد ما يوصل للبويضة طيب عدم إفراز سائل سيرتولي طبعاً ليه؟ لأن السائل سيرتولي ده أول غيثة بيتغذى عليه الحيوان المنوي وهو جوه الخصية قبل ما يطلع بره يبقى إذن هتبقى الإجابة هنا جميع ما سبق السؤال اللي بعده بيقول عدد الحيوانات المنوية اللي بتنتج من مية خالية جرثومية أمية في خصية أحد الزكور خلي بالك هنعرفين الخالية الجرثومية الأمية الواحدة بتطلع تمانية فأنت عندك مية تمانية في مية كام بتمنمية طالما قالك حيوان منوي السؤال اللي بعده الانقسام الميوزي الثاني في مرحلة تكوين بويضات أنسى الإنسان يحدث فين؟ بص يا بطل انقسام ميوزي أول بيتم في المبيض تم كده الانقسام الميوزي الثاني بيتم في قناة فلوب بشرط بشرط حدوث إخصاب حيوان منوي بيخاصة بالبويضة حصل إخصاب بيتم الانقسام الميوزي الثاني لم يحدث إخصاب لم يحدث الانقسام أو لم يحدث الانقسام الميوزي الثاني يبقى نقول له قناة فلوب لامرأة مخصبة لازم تكون مخصبة يعني حصل تزاوج نتج عنه إخصاب طب حدث تزاوج ولم ينتج عنه إخصاب لن يتم الانقسام الميوزي الثاني عشان كده بيسموه الانقسام المؤجل أول مشروط لا يتم إفراز هيرمون LH في الأنسة إلا بعد انخفاض مستوى هيرمون أكيد الاستروجين الاستروجين لما إفرازه بيقل ده معناه إن إحنا وصلنا إنتهينا من محارة نتج البويضة نبدأ بقى مرحلة مين التبويض يبقى نقول له هنا هيرمون الاستروجين يتضلب اكتمال تكوين المشيمة في أنسة الإنسان عدد وقدر وكام يوم هنعرفين المشيمة بتستهلك سلاسة من الأشهر علشان تقدر تنمو وتوصل للمرحلة لتمكنها من إنها تفرز هيرمون البروجسترون وده بياخد لنا ثلاث شهور يبقى ثلاثة في تلاتين بتسعين يوم تسعين يوم يا شباب طيب تفرز الخلايا TH النشطة نوعين من المواد البروتينية التنشيطية وهم مين يا شباب الانترليوكينات والثايتوكينات نفهم كده مع بعض الانترليوكينات في المناعة الخلطية والثايتوكينات في المناعة الخلوية وركزوا في أماكن تواجد هذه المواد البروتينية السؤال اللي بعد كده بيقول الهدف من إفراز الانترليوكينات في المناعة الخلطية هو هو أو هي نقوله إيه ركز هنا بيقولك في المناعة الخلطية وليس الخلوية طالما منعها خلطية يبقى الانتر ليوكي نيت هتنشط الباقية اللي هي أصلا مسك الأنتيجين فتقوم تنقسم تكون خلايا باقية بلازمية وخلايا باقية ذاكرة الباقية البلازمية بتنتج الأجسام المضادة الباقية الذاكرة بتحمل معلومات عن الأنتيجين لفترة توصل من 10 ل 30 سنة يبقى نقوله انتاج الخلايا البلازمية اللي هي المنطقة للأجسام المضادة يا جماعة أو نشير كاملة منطقة دي ونحط مكانها المنتجة المنتجة نعتذر وانتاج الخلايا الزاكرة الباقي الأحماض الأمينية المكونة للأنتيجين تتماثل مع الأحماض الأمينية المين؟ خلي بالك هنا عندها ثلاثة أول حاجة بروتين توفق النسيجي اللي هو الـ MHC والتاني الجزء المتغير للجسم المضاد ومعه الأحماض الأمينية اللي بتكون الجزء المتغير للجسم المضاد دول مع بعض بيكونوا متماثلين يبا نقوله إجابة هنا رقم 4 أثناء الاستجابة بالالتهاب طالما قالك التهاب يبقى خلط دفاع الهون الثاني تقوم الخلايا إيه بالتعاون مع بروتين مين في القضاء على الفيروس فيروس مستر أو فيروس يبا نقوله مين بقى؟ الخلايا القاتلة الطبيعية ومعها الانترفيرونات طالما قالك فيروس طالما قالك فيروس يبا لازم نقوله قاتلة طبيعية ومن تاني وانترفيرونات السؤال اللي بعده بيقول عدد مواقع الارتباط بالانتجين في الجسم المضاد IGM سوي كام؟ هنعرفيني الـ IGM بيمثل خمسة من أجسام مضادة متحدين مع بعض والواحد بيكون عنده اتنين موقع ارتباط يبا لدينا خمسة في اتنين بعشرة مواقع ارتباط في الـ IGM لكن باقي الأجسام المضادة بيكون اتنين فقط السؤال بعد كده بيقول تقوم الغدة التايموسية بدور غير مباشر في المناعة الخلطية والخلاوية نتيجة خلي بالك غدة تايموسية بتنشط الجزعية انها تكون التاية ثم التاية تتميز لـ THTCTS يبا نقول إفرازها الهيرمون التايموسين الذي ينشط الخلايا الجزعية الى التاية ده دي الإجابة السؤال بعد كده بيقول عمليتان متلاحقتان تستخدمهما النباتات ذات الإصابة الخطرة للتخلص من النسيج المصاب ركز هنا بيقول لك إصابة خطرة يعني انتشرت خلاص فهذه الحالة بيبدأ النبات بيعمل تايموسات الأول عشان يقفل الأوعية الناقلة للمية اللي هو الخشب اللي هو عبارة عن أوعية وكصيبات ثم تيجي الحساسية المفرطة علشان يتخلص من النسيج المصاب يبا نقوله الإجابة هنا انتاج التايموسات والحساسية المفرطة السؤال اللي بعده بيقول جذيء RNA المسؤول عن ناقل الشفرة الوراثية يبقى لما يقولك ناقل شفرة نقوله الإم RNA الرسول على طول طيب تكوين الريبوسوم يبقى RRNA الريبوسومي ناقل الأحماض الأمينية يبقى RNA الناقل طالما قالك ناقل الشفرة يبقى الإم RNA على طول طيب السؤال ده مهم جدا جدا بيقول عند دخول فيروس المادة الوراثية له RNA داخل خلية من خلايا حقيقيات النواة يبدأ في إفراز مين والذي يضد عمله مادة ايه ويسمي المادة دي مين يا شباب طيب لما يكون في عندنا فيروس المادة الوراثية اللي فيه RNA ويجي يدخل المادة دي جوه خلية كان حي من حقيقيات النواة لازم يكون معاه انزيم اسمه انزيم النسخ العكسي عشان يحول الارق النيل دي النيل على طول بس يحصل له تضاعف ولكن ربنا عز وجل وضع داخل كل خلية الانترفيرونات اللي هي بتضاد او بتعرف وجود الفيروس ثم بتنشط الخلايا المجورة للخلايا المصابة علشان تبدأ تكون انزيم يوقف انزيم النسخ العكسي يبقى نقوله انزيم النسخ العكسي والانترفيرونات السؤال اللي بعده ده جهس سنة اللي فاتت في الانتحان بيقول المجموعة الكيميائية المضادة لانزيم القطع البكتيري المضادة لانزيم القطع اللي بيكونها الانزيم المعدل نقوله مين CH3 اللي هي الميسايل وخلي بالك علشان كل موقع تعرف لانزيم القطع بيكون عنده اتنين CH3 وليس كما قال البعض السنة اللي فاتت اربعة لا هم اتنين CH3 وليس اربعة تم كده السادزة جميل السؤال بعد كده بيقول الانزيم الذي يعمل عمل الجهاز المناعي اللي ديه ان ايه البكتيري عند الهجوم الفيروسي يعني ايه هو الانزيم اللي موجود في البكتيريا بيحميها من تأثير انزيم القطع اللي هي هتكونه عشان يموت اه او يقضي على ديه انه الفيروسي نقوله الانزيم المعدل اللي هو السؤال اللي احنا خدناه اللي قبل ده اللي هو بيكون مجموعة CH3 خلي بالكم النقطة دي عشان مهمة جدا نقوله هنا الانزيم المعدل السؤال اللي بعده التتابع التالي يمثل شفرة غير بروتينية عند نسخه ومحاولة ترجمته يعني شفرة غير بروتينية يعني ملوش مضاده كودون ملوش مضاده كودون يعني ملوش حمضة اميني ده معناه اللي هو شفرة غير بروتينية يبقى ندور على التتابع اللي بدهولنا لما نحوله للامر يكون كودون وقف على طول هنلاقي الاجابة هنا عندنا طب ليه اخترناها عشان لما نحولها من اي تي تي للامر اي ني بقى اللي هي هتبقى يو اي اي يبقى يو اي اي ده اللي هو كودون الوقف اللي هو أصلا ملوش تي ار اي اي لا يحمل شفرة طيب السؤال اللي بعده بيقول الانزيم الذي يعمل في تحت وحدة الريوسوم الكبيرة أثناء تخليق البروتين لتكوين الروابط البيب تيدية نقوله الانزيم المنشط للتفاعل اللي هو موجود في تفاعل اسمه تفاعل نقل البيب تيدايل في مرحلة الاستطالة هذا الانزيم المنشط للتفاعل بيعمل اي حلوين الانزيم ده هوت بيربط الحمض الاميني الاول عند موقع البيب تيدايل مع الحمض الاميني التاني اللي عند موقع الاميني عصيل بربطة بابتدية عشان يكون سناء البيب تيد ثم عديد البيب تيد ثم البروتين وهكذا اول سلاسيات الشفرة على الشريط المكمل للشريط المنسوخ منه الامرن اي ركز السؤال ده طويل شوي بصة بطل احنا عارفين اول كودون على الامرن اي اسمه اي و جي منكتبه مع بعض كده عندنا هنا شبابهو اي و جي ده لعل الامرن اي طيب الاي و جي ده منسوخ من مين منسوخ من تي اي سي يبقى ده على الشرية الأساسي للDNA طيب مين هو بقى اللي هيتنسخ من الDNA ده هيبقى مين هيبقى ATG اللي هي الإجابة رقم اتنين هو هنا بصوا بديك الMRNA وقال لك أول السلسيات وهنا عارفين أن أول السلسيات بتكون كودون البدء اللي هو الAUG صح هو عاوز بقى منك إيه الAUG ده جاي منين من الDNA هنقول له TEC طب الTC ده في الDNA منسوخ منين هيبقى منسوخ من الATG هو بقى عاوز المنسوخ من المنسوخ منه فمين الكلام ده المنسوخ من المنسوخ منه تمام كده هيبقى الإجابة هنا ATG السؤال اللي بعده بيقول تختلف حلقة البلازميد عن النيوكلسوم بصوا يا سادسة البلازميد جزء صغير دائري من DNA غير معقد بالبروتين مفهوش بروتين النيوكلسوم عبارة عن DNA ولكنه معقد بالبروتين يبقى الاختلاف بينهم لا تحتوي على بروتين ان البلازميد مفهوش بروتين بينامى النيوكلسوم في بروتين يبقى لا تحتوي على بروتين لكن لو عكسها لك وقال لك ان النيوكلسوم يختلف عن البلازميد عكس لك بس السؤال نقول له يحتوي على بروتين لكن طالما بدأ بالبلازميد يبقى نقول له لا يحتوي على بروتين طب لو بدأ بالنيوكلسوم نقول يحتوي على بروتين يبقى هنا الإجابة لا يحتوي على بروتين السؤال اللي بعده عند فحص خلية من وركة نبات عوشبي يتبين وجود عدد كام من جذيئات دي ان ايه بصة ستزا إجابة السؤال ده موجودة في أوليات النواة الدرس بتاعنا وهنا عارفين إن الخلية النباتية فيها نواة حقيقيات وفيها ميتو كوندريا وفيها بلاستيدة خضراء النواة فيها دي ان ايه اللي هو موجود في الحقيقيات اللي هو فيه بروتين وكرمزوم وعندنا الميتو كوندريا فيها دي ان ايه يشبه الموجود في الأوليات والبلاستيدة فيها دي ان ايه يشبه الموجود في الأوليات يبقى عندنا كم جزيء تلاتة موجودين فين في النواة وموجودين في الميتو كوندريا وموجودين في البلاستيدة طب لو قالك الإنسان نقوله اتنين لأن الإنسان ما عندهش بلاستيدة يبقى نقوله النواة ونقوله مين معها تاني يا جماعة الميتو كوندريا لذا في الإنسان أما في النبات يقوله كام تلاتة جميل آخر سؤال عندنا بيقول إذا كان لديك جين وكان ترتيب القواعد النيتروجينية في إحدى شريطيه ثلاثة سي هنا دي إني إيه فبنرى مليميل الشمال سي جي تي إي سي جي تي إي طيب وحدث الطفرة أدت إلى تغيير موضع القاعدة جي وحلت محل القاعدة تي يعني لو التي هنا والجي هنا عكسنا خلينا الجي هنا والتي هنا وإحنا قلنا التغير في ترتيب القواعد يعني مثلا الأي بقت مكان الجي والجي مكان الأي أو السي مكان الجي والجي مكان السي اللي هم غيرنا في الترتيب القواعد اللي هي الأي والجي والسي والتي يا شباب هتنتج نوع من الطفرات اسمها طفرة جينية لكن لو غيرنا مكان الجين كله مكان جين تاني في هذه الحالة باسمها طفرة صبغية تركيبية لكن غيرنا قاعدة مكان قاعدة وليس جين مكان جين هتبقى طفرة جينية طبعا احنا قدمنا ليكم اهم الاسئلة الموجودة في المنهج ودي مهمة جدا وبرضو هكمل معاكم ان شاء الله على صفحة اليوم السابع اي طالب عنده اي سؤال يتفضل اكتبه وانا هجاوب باستمرار باذن الله رب العالمين ونتمنى لكم توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته